مجلس الشورى حيث أعاد الفصل المتعلق بالعقوبات إلى اللجنة لمزيدا من الدراسة بالرغم من طول النقاشات المتعلقة بمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازم العوز المناعي المكتسب الإيدز ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس والتي استمرت للجلسة الثالثة على التوالي إلا أن المجلس لم يتخذ بعد قرارا بشأن القانون بل أنه أعاد بعض المواد للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة كما طالب المجلس أيضا اللجنة بإعادة النظر في باب العقوبات المتعلقة بجريمة نقل المرض للآخرين عمدا تقدمنا باقتراح بإعادة باب العقوبات برمته إلى اللجنة أيضا ليتم تأسيسا خاصة في باب العقوبات أن يتم ربط المواد التي تناولت موضوع الحضر أو الوجوبية أو المنع أن ترتبط فيها مواد تقرر لها العقوبات بحسب درجة وجسامة الفعل والأضرار المترتبة عليه في ذات الوقت بالإضافة أيضا إلى أن هناك بعض المواد العقوبات جاءت العقوبة المقررة لا تتناسب تماما مع نوعية الجريمة المرتكبة خاصة بالقياس مع درجة الأضرار المرتكبة وبالتالي نقصدنا في باب العقوبات أن يكون هناك عقوبات كاملة محددة وواضحة النص حتى يسهل أيضا للقاضي الجنائي تطبيقها وحتى نضمن عدم إفلات أي شخص من العقاب نتيجة عدم وضع نص عقابي وفي ذات الجلسة أيضا ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي حيث شدد الأعضاء على ضرورة تنفيذ ما ورد في الخطاب الخطاب الملكي كان زاخرا بكثير من المحاور وحاولنا أن نغطي معظم هذه المحاور في الرد على الخطاب الملكي السامي وفي الواقع توصلنا إلى هذا الجانب خصوصا من النقاط التي تم ذكرها هو عملية الدمج بعض المؤسسات والوزارات وذلك طبعا للمحافظة على المال العام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني طرحت تقريرين خلال الجلسة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاقية توكيو عام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لينتهي الأمر بموافقة المجلس عليهما سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين